طيب والسؤال التاني الشركات اللي بتدي للناس آآ زي بينزلهم رصيد فلوس على التليفون وهما بيروحوا بعض الاماكن يشتروا حاجات ويقصتوا مع الشركات دي. ده السؤال مجمل. السؤال مجمل غير مفهوم. آآ في بعض الشركات زي شركة اسمها او آآ شركات تانية بيروح الشخص بيسجل النزل عنده عن موبايل وروح يسجل البيانات بتاعبط الشركة دي. وهي بتدي له رصيد مثلا خمس تلاف عشر تلاف تبقى معايا رصيد فلوس على التليفون ويروح لأي آآ شركة او اي آآ سوبر ماركت او اي حاجة ويشتري حاجات بالفلوس دي ويقصتوا هذا السؤال ترح علينا من قبل لكن انا اسألك سؤالا كأنه لم يطرح. نعم. ما الفائدة التي استفادتها الشركة من هذا؟ أو بيضيفه آآ نسبة. كيف نسبة؟ نسبة يعني هل هذا يدخل في ايهام الناس ان لنا عملاء كثيرون ومن ثم التغرير بالناس؟ لا بقى خاضر. مالا يعني لازم في حاجة انت مش رادة تتكلم فيها او لا تعرمها. يعني انا مثلا فا. نسبة او الشركات دي اللي انا عرفوا عنهم آآ ان هما يعني ببجاء زي شركة غسل اموال ومش عايزين يسألوا آآ من اين لك هذا. فهو بيضطر يدي الناس فلوس والناس بروح تشتري علشان لما يتسئل يعني في النهاية غش شن او ليس بغش؟ نعم بغش ننغشان فليس من نعم شكرا 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 شكرا